لم يعد أمام تاجر السيارات هذا سوى انتظار أن يتمكن من تحصيل جزء من أمواله الموزعة على شكات الزبائن قبل أن يعاود استيراد سيارات جديدة فعجزهم عن تغطية قيمة الشكات التي استحق موعدها له كدفعات من قيمة ما اشتروه أثر سلبا على تجارته شعر الماضي ما يعادل 15 ألف دولار شكات مرجع طب يا عم حلونا فيك أمور ويقول لك بس أننا أخذ من إفلام بس أننا أخذ من إفلام بس أننا أخذ من إفلام بس أننا أخذ من إلتان وهذه الأزمة كلنا بمر فيها يعني واليوم التاجر اللي بسكر وبيقع زي ما بقولوها بقدرش يقوم بقدرش أنه مثلا يقف على الرجلي من أول وجديد هذا الحال بات يمس غالبية تجار غزة فالأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا زادت من نسبة أوامر الحبس الصادرة بحق مئات التجار والمواطنين بسبب شكاتهم المرتجعة من البنوك والتي وصلت قيمتها وفق تقارير محلية لنحو 75 مليون دولار العام الماضي يعاني قطاع غزة من أسوأ أوضاع اقتصادية بسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ ما يزيد عن 14 عام كل هذا أدى إلى أزمة في السيولة النقدية وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اقتصاديون حذروا من تأثير هذه الأزمة المتفاقمة على اقتصاد غزة مما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية للمساعدة على تجاوز هذه الأزمة خاصة لدى التجار دعم القطاع الخاص وتعويض القطاع الخاص عن الأضرار التي رحقت به في الأعوام الماضية إعفاء القطاع الخاص من الضرائب والجمارك لعدة سنوات حتى يتعافى القطاع الخاص وبلغ عدد الشكات المرتجعة في قطاع غزة ما يقرب من 21 ألفا خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14% مقارنة بعام 2019 يحذر اقتصاديون من تأثير تعثر تجار غزة ماليا على حركة استيراد البضائع خاصة الأساسية منها الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه البضائع وبالتالي تفاقم معاناة الغزيين في ظل تأثير جائحة كورونا اقتصاديا عليهم باسل عطار المملكة قطاع غزة